ترجمة نانسي قنقر وبابه الغرابي ومالك الحزين هذا كم يعني يراه هام جدا الغراب والثعلب ومالك الحزين معنى هذو مزوز نصوص هامين بالنسبة للحمامة والثعلب ومالك الحزين عفوا الحمامة والثعلب ومالك الحزين أهمية ذلك النص في طرحه لقضايا فكرية اللي هي التمييز بينما يسمى بالعقل العملي والعقل النظري وبالنسبة إلى باب الحمامة المطوقة بين أهم الأشياء التي يطرحها ذلك النص اللي هي مسألة ذات طابع اجتماعي تتعلق بالصيلة بين أفراد المجتمعي رغم اختلاف أجناسهم فتجد أن الحمامة من الطيور تصادق جرذا وهو من القوارضي والتجأت هذه الحمامة إلى صديقها الجرذ لكي يخلصها وبقية سلبها من هذا الشرك الذي نصبه للجميع الصياد وفي ذلك إشارة إلى أن الخلاصة الاجتماعية أن خلاصة الأممي أن رفاها هذه الأممي يكون بالتحام كافة أفراد ذلك المجتمعي رغم اختلاف أعراقي أمي وفي ذلك إشارة إلى أن هذا المجتمع العربية في زمن عبد الله المقفع زمن متشتت الأعراقي بل تجد نوعا من الصراع بين مختلف هذه الأعراق وخاصة منها العرب من جهة والفرس من جهة ثانية هذا الصراع الذي يسمى بشعوبية بمعنى القول بأفضلية شعب على شعب آخر جعل هذا المجتمع العربية يعيش نوعا من التفكك والتشتت بين مكوناته وفي باب الحمامة المتوخة ببيان هذه العلاقة علاقة الصداقة التي تجمع بين الحمامة وهي من الطيور والجرد وهم القوارض فيه دعوة إلى أن يتكاتف كل أفراد المجتمعي رغم اختلاف أعراقهم وأجناسهم فنجد أن باب الحمامة المتوقة هام من هذه الزاوية إلى جانبي أن في باب الحمامة المتوقة تصوير لمرذول ومحمود من القيامين معنى تصوير شيء سلبي الأشياء السلبية مثلا ما يتعلق بصورته هذا الملك أو القائد الذي ينسق وراء غرائزه فالحمامة المتوقة رأت الجرد أفوان رأت الحبة فانساقت إليه سياقا وفي ذلك إشارة إلى احتكامها إلى ما يسمى بغريزة الجوع فهي لم تحتكم إلى عقلها لا وإنما ما حركها إلى النزول إلى ذلك الحب هو الجوع والجوع غريزة من الغرائزين وهذا ما كان سببا في مصيبتها ومصيبة بقية أفراد سربها هذا أمر سلبي بالنسبة إلى الحاكم وثمت كذلك إشارة إلى شيء سلبي ولكنه متعلق بالرعية فبقية سرب الحمام يمثل الشعب يمثل عامة الناس يمثل الرعيتا هذه الرعية التي صورت في صورة سلبية إذ بقية سرب الحمام إنساق وراء طائده نعم أحسنت ياسمين هي الطاعة العمياء لسلطان ولكن أي سلطان هو ذلك السلطان الذي يفتقد للقدرة على التمييز ذلك السلطان غير الحاكم أحسنت ياسمين ذلك السلطان الذي يفتقد إلى قوة العقل هذه فثمت نقد لتلك الرعية للشعب هذا الشعب الذي يطيع طاعة العمياء ذلك السلطان الذي يفتقد إلى ملكة هي ملكة التمييز بين الصواب والخطأ هذا جزء من ما هو موجود في باب الحمامة المطوقة ولكن ذلك الباب فيه كذلك أشياء إيجابية فيها نماذج يرجى أن تتحققه تتعلق بالراعي له السلطان وتتعلق كذلك بالراعية وهي عامة الناس والشعب أما بالنسبة إلى السلطان فمن الظواهر الإيجابية التي يرجى أن تتحقق هي صورة ذلك السلطان الذي بمقدوره أن يخرج شعبه من الأزمات من الصعاب وهذا ما أدته أن جزء هذه الحمامة المطوقة فقد استطعت بفضل حكماتها التي استطاعت أن تعود إليها هذا العقل الذي ميزها زمن الصعاب فالحكام يمكن أن يختبروا ويمكن أن يعيروا بمعنى أن نصيفهم بصفة ما وأن بين أهميتهم أمتين يعرفوا السلطان يعرف السلطان زمن الأزمات لأن زمن الرفاهي يكون كل شيء جيد ولكن في زمن الصعاب في زمن المأساة في زمن الآلام نجد أن السلطانة الحسنة هو ذلك الذي بإمكانه أن يخرج شعبه من تلك الأزمات وهذا ما فعلته هذه الحمامة المطوقة فحينما ألم بها خطب هي وبقية سربها قدمت توجيها لعامة شعبها وهو أن يقوم الجميع بالتآلف والتكاتف تدعوهم إلى نبذ الأنانية تدعوهم إلى نبذ الأنانية فيرفع الشبكة معا ويذهب بذلك الشبكة بعيدا عن هذا الصياد هذا يدل على أن السلطانة التي هي الحمامة المطوقة تمكن هذه الرعية من الخلاص أحسنت الميس الشروط الأساسية لفريق الناجح إنه يكون ثمة موجه ناجح كذلك يا ميس بمعنى ذلك الشخص الذي يقود ذلك الفريق هذا ما أحسنت فعله وإنجازه نعم بالتآلف أحسنت ميس إذن هذا ما استطعت أن تنجزه هذه الحمامة المطوقة وهذه الصورة للقائد هي صورة إيجابية يرجى أن تتحقق في أرض الواقعي كذلك بالنسبة إلى بقية الشعب عامة الشعب فبقية أسرب الحمام نعم تميز أحسنت ألا تميز على أدين تميز هذا السرب بالتآلف والتآذر وهذا ما مثل عصر قوة مكن الجميع من الخلاص من هذا الصياد فنبذ الكل أنانيته وتآلف الجميع إلى أن تعالف الجميع لكي يقوم برفع تلك الشبكة واستطاع الجميع الخلاص من هذا الصياد تمت أمر آخر إيجابي وهو أن هذا الشعب أن هذه الرعية استمعت إلى قول الحاكم قول السلطان وأطاعته ولكن هذه الطاعة في مرة ثانية هي طاعة للسلطان الحكيم هي طاعة للسلطان الجيد الحسن وهذا مطلوب من قبل الرعية فالرعية مطالبة بأن تطيع ولكن تطيع السلطان الحكيم لا أن تطيع السلطان الجائرة أو السلطان الذي يفتقد إلى قوة العقل ومهارة التفكير والتدبير هذا يعني وأن باب الحمامة المتوقت باب هام يكشف لنا الكثير من النماذج الإيجابية والسلبية وهذا شأن من شؤون كتاب كليلة ودمنا فكتاب كليلة ودمنا لا نجد فيه وضعا للإصبع على مكامن الدائفة حسب بمعنى أن الكاتب لا يذكر من الأشياء إلا ما كان سلبيا لا وأنا ما نجد أن الكتاب كذلك تأسيس لنماذج جيدة يرجى أن تتحقق نماذج يسعى الكاتب إلى أن يعيها الناس فتتحقق على أرض الواقع فنجد أن الكاتب مهووس بحلم هو حلم المدينة الفاضلة هذه المدينة التي يصلح فيها الراعي وتصلح فيه أحوال الرعية فالكتاب ليس عدميا بمعنى أن الكتاب لا يصور إلا الأشياء السلبية لا لا فيه أشياء سلبية يتم نقدها وكشفها وتعريتها وفضحها وإدانتها ونجد كذلك هذه البدائل الإصلاحية فالكتاب توجيهي لأن فيه توجيه للناس توجيه للحكماء توجيه لكل طرف هو جزء من هذا المجتمع توجيهه إلى أن يتحلى بحلية هي حلية التآذر والتآلف والعقل وإلى ذلك من هذه الأشياء والتركيز على السلطان سببه لماذا التركيز على الجانب السياسي بالأساس لأن في صلاح الراعي صلاح الرعيتي وفي المقابل إن فسد الرعي فإن أحوال الرعيتي تفسدون لأجل ذلك كان التركيز في كتاب كليلة ودمنا على الشأن السياسي على المسألة السياسية ولكن هذا لا يعني أن الكتاب هو كتاب سياسي فحسب لا وأن ما فيه تناول للعديد من المسائل منها ما هو سياسي كما ذكرنا ومنها ما هو فكري ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو أخلاقي ومنها ما هو تربوي وغيرها هذا يحيلنا إلى مسألة هي تنوع الأبعاد والوظائف لكتاب كليلة ودمنا هذا شيء أساسي لهو تنوع الأبعاد في كتاب كليلة ودمنا يمكن أن يكون هذا موضوعا لفرض ما هي هذه الأبعاد التي يحيل إليها كتاب كليلة ودمنا؟ إذن بعد نقدي والبعد النقدي يتمثل في وضع الإصبع وضع الإصبع على موضع موضع الداء بمعنى أن نبين فنقول هذا خلل هذا شيء سلبي أحسنت يا اسمين علي يمكن أن يكون ذلك متعلق برأس السلطة بمعنى السلطان يمكن أن يتعلق كذلك بالحاشية تلك التي تحيط بالسلطان يمكن أن يتعلق بالرعية اللي هي المحكومين اللي هم عامة الشعب يمكن أن يتعلق بالقضاء بجهاز العدالة هذا الذي هو أساس العمراني أساس الدولي فإن فسد فسدت كذلك أحوال الدول يمكن أن يتعلق الأمر كذلك بالمجال الأخلاقي بالمجال الاجتماعي أحسنت ميسر راشد يمكن أن يتصل كذلك بالمجال الفكري والعقلي هذه هي المسأل التي يتم تناولها بمعنى يمكن أن نشير كذلك إلى أن الأمر متعلق بمجال السياسة مجال اللي هو مجال الفكر مجال الأخلاق مجال الاجتماع أحوال المجتمع هذا هو ما نقصده بهذا الكلام إذن قدنا أن الكتاب يحمل بعدا إلا هو بعد نقدي هنا سنسطره لكأنه بين أهميته كذلك الكتاب يتضمن بعدا آخر إلا هو بعد إصلاحي معنى أنه بعد إصلاحي المقصود بذلك أن في هذا الكتاب تصوير لنماذج نرجو تحققها اللي هي معنى صورة المدينة الفاضلة إذن شذرات شذرات بمعنى بعض التفاصيل شذرات من المدينة الفاضلة عن هذه المدينة التي تكون حسنة هذه المدينة التي يستطاب فيها العيش نفس الشيء هذا الذي ذكرناه البعد الإصلاحي يتعلق بنفس ما ذكرناه هو له في مجال للفكر والسياسة مثل ما أشرنا الفكر السياسة الأخلاق إلى غير ذلك هذا بعد آخر من الأبعاد التي يتضمنها كتاب كليلة ودبنة ثم تكذلك بعد تعليمي إذن بعد تعليمي والبعد التعليمي هذا نره في الكثير من المواضع تعليم النشئ تعليم النشئ محمودة القيم هذا عليش نقاونه الحكايات هذه فيها ذلك الجانب الهزلي معنى ملامح ذلك إذن البعد الإمتعي ليس مقصودا بذاته بل هو في خدمة هذا الجانب التربوي نعلم نعلم الناس الأخلاق نعلمهم طريقة العيش المشترك إذن تعليمه النشئ محمود القيمي قواعد العيش المشترك كذلك يمكن أن نضيف إلى ذلك قواعد العيش المشترك ونضع ثلاث نقاط باعتباره أنه هذا ما يتصل بالبعد التعليمي في كتاب كريلة ودمنا ثمت بعد آخر أشرنا إليه هنا إلا هو البعد الإمتاعي إذن البعد الإمتاعي عليش قال لنا علي أحمد الحكاية المثلية تؤصل القيم الأخلاقية الإنسانية ولها دور تعليمي أحسنت يا علي هذا ما كنا نتحدث عنه شو ما نيه البعد الإمتاعي البعد التعليمي بمعنى أن كتابك يحقق أحسنت يسمينا لي إذن يحقق المتعة لقارئي من خلال شنو من خلال إنها قصص في عالم الحيوان إذن قصص في عالم الحيوان بمعنى استعمال استعمال الخيال تهمين صحية عليه جلب القارئ وإمتاعه لمتابعة أطوار الحكاية قصص في عالم الحيوان خيالية خيالية إذن هي قصص خيالية مسلية إلى غير ذلك هذا كله يجعل من الكتاب ذا طبع الإمتاعي ولكن مثلما أشرنا هذا البعط الإمتاعي ليس مقصودا لذاته وإنما هو لغاية خدمة الجانب التربوي والنقدي إلى غير ذلك معناها الإمتاع مطية للنقد والإصلاح والتربية على الدين بعث لي قال لي نفسر له شوية التشبيه وشوية استيعارة إن شاء الله على الدين نحن رو وحكينا قبل على التشبيه والاستيعارة ولكن نزيد مثالي إذا كان شوية وقت في الآخر معناه إن شاء الله نفسر لك شوية